يبدو أن إيلون ماسك يريد فعلا تحويل شركاته إلى إمبراطورية أكس بعدما حول شعار تويتر إلى أكس وهو الاسم الذي اختاره لتطبيق كل شيء تعهد بإطلاقه إذ بعد سبعة أشهر أو سبعة عشر عاما ودعت منصة تويتر الشعار الشهير وأصبحت رسميا منصة أكس المستقبلية للتفاعل غير المحدود سواء بالصوت أو الفيديو أو الرسائل أو حتى المدفوعات والخدمات المصرفية مما يخلق سوقا عالميا للأفكار والسلع والخدمات والفرص توضح هنا المديرة التنفيذية لتويتر أو أكس الآن هذا التغيير الجذري لتويتر الشركة الأصلية لأكس أثار مخاوف الخبراء من أن يرتد هذا التغيير سلبا على المنصة التي كانت تعاني أصلا من ضعف الإرادات منذ استحواذ ماسك عليها المنصة ليست بخير بحسب الخبراء لأنها ما زالت تواجه تحديات وصعوبات تقنية جمع بعدما صرف ماسك نحو نصف الموظفين الرئيسيين أيضا تواجه الشبكة الاجتماعية عددا كبيرا من التطبيقات المنافسة أبرز هذه التطبيقات ثرادز الذي أطلقته شركة متى مؤخرا هناك مخاوف أيضا مشاهدين من تغيير هوية تويتر والتي تتعلق بالشق المعنوي للمستخدمين فبعدما اعتادوا على استخدام منصة استمدت اسمها من صوت الطيور والطائر الأزرق هو العلامة التجارية منذ الأيام الأولى لإطلاق تويتر اليوم تغير كل شيء وطائر الأزرق أصبح يغرد خارج سرب المنصة من دون رشع لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة